مقترح حزمة سالسة من العقوبات الأوروبية على موسكو تستهجف كما سابقاتها قطاع البنوك والنفط الروسيين لكن هذه المرة بدرجة أكثر حدة المفاوضية الأوروبية اقترحت حضرا تدريجيا على استيراد النفط الروسي الخامي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام سنتأكد من التخلي التدريجي عن النفط الروسي بطريقة منظمة تسمح لنا والشركائنا بتأمين الطرق إمداد بديلة وتقليل تأثر الأسواق العالمية بذلك العقوبات المقترحة شملت أيضا استبعاد ثلاثة بنوك روسية إضافية من نظام سويفت المالي الدولي بما في ذلك سايبربانك المصرف الأكبر في روسيا أخيرا قمنا بإلغاء سايبربانك من نظام سويفت المالي العالمي سايبربانك هو أكبر بنك روسي ويمتلك حوالي 37% من القطاع المصرفي بأكمله سنقوم أيضا بإلغاء بنكين آخرين من البنوك الكبرى في روسيا وبهذه الطريقة نكون قد ضربنا البنوك ذات الأهمية للنظام المالي الروسي والتي تعمل بشكل منهجي لدعم بوتين في عمليات الدمار التي يقوم بها وترفع العقوبات الجديدة عدد المؤسسات المالية الروسية المعزولة عن النظام الدولي إلى سبع مؤسسات تقول المفاوضية الأوروبية إن عزلها دوليا سيقوض قدرة النظام الروسي على تمويل العملية العسكرية في أوكرانيا ولم تقتصر قائمة العقوبات على مصادر تمويل الكريملين فحسب بل شملت أيضا قائمة بـ 58 شخصا بينهم عسكريون روس إضافة إلى زوجة وابناء المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ورئيس الكنيسة الأرثولوكسية الروسية كيريل الأول التي يبلغ عدد أتباعها 150 مليون شخص غير أن دخول مقترح العقوبات المتعلقة بقطاع النفط حيز التنفيذي يحتاج إلى موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة وسط توقعات بأن يكون النقاش محترما حول هذه الخطوة مع اعتماد بعض دول الاتحاد بشكل مطلق على إمدادات الطاقة الروسية